حكاية يهود هاشف مصر تعرف على أشهر فناني وكوميديان السريمة ناتم إبراهيم ربما تكون قد تعرفت عليها هي من برعت في تأدية أقوى أدوار الشر بنظرة عيناها التي تعاني انحرافاً يوحي لها بمغزون شرير ولا يلهمك سوى انتباها لهذا الصوت الحد الذي يخرج من امرأة لا تصير لديك أدنى العاطفة اسمها الحقيقي هو بوليني أوديون اشتهرت بالأدوار الشريرة مثل تأدية دور رأي أخت سكينة تلقى القصة التي روت حكاية أول سيدتان يتم أعدمهما في مصر في عهد الراحل الملك فاروق كانت نجم إبراهيم من الأدوار البارزة عبر شاشة السينما وكانت تتمتع بحس وطني واني مصر حتى انها قد شركت في تسليح الجيش المصري بعرضها المصرحية الى الراحلت في الرابع من يونيو عام 1976 ليلى مرود قالوا عنها كثارة الزمن الجميل اشتهرت بعدة بطلات سليمائية مثل نظر البنات وسيدة الكطار أعلنت إسلامها عام 1946 ثم تزوج من فنان الراحل أنور ودي تتذكر ليلى مرود في أكثر من أغنية أمثال أب جاد هوس ويلطيف يلطيف التي أدتها برفقة المصرح الراحل نجيب الرحاني وكذلك أغنية لي خليتني أحبك وأغنية لي رايحل للنبي الغالي والذي اشتعر سمحها كثيرا في توديع واستقبال حجاج ومعتبري بيت الله الحرم لم تخرج من دائرة حب الوطن فجمعت تبرعات لتسليح الجيش المصري ورفضت أيضا ضغطات تهجيرها لفلسطين وفضلت البقاء في مصر حتى وفتها في 21 نوفمبر 1995 مونير مرود شقيق الفنانة لينة مرود واسمه مردز زاكي مردخاي استهر بتقليد الفنانين ثم عمل كمساعد مخرق وقام بالتمثيل في خمس أعمال أشهرهم دهارك سعيد عام 1955 اعترق مونير مرود الإسلام وعاش بقام مصر وتزوج من الفنانة سوير البابلي واستمر معها لمدة عشر سنوات لم ينجبها من خلالها حتى تم الطلاق بينهما نجوة سالم فنانة مصرحية بدأت مع فرقة نجيب الرحاني ثم بديع خيري ومن أشهر أعمالها مصرحية حسن ومرقس وقين ولقندة الفردوس اسمها الحقيقي نينات شالوغ أعلنت نجوة سالم إسلامها على 1960 وبقيت إلى أن رحلت على عالمنا كمالية إحدى فاتينات السنبة المصرية كانت تشتهر حينها بالفتاة الأورستقراط التي تتحدث بطريقة لافتة وأخرى كخادمة وبعض الأداء الكوميدي الخفيف اسمها في شهادة الميلاد ليليان فيكسور كوهين اشتعرت بفيلم أمر 14 شرع البهلوان قبل أن ينسبها يعود ليهودي يقتن في بنسيون والدتها وإن كانت قد عمدت كمسيحية حامت حولها الكثير من الإشاعات نهايتها كانت مؤسفة فقد توفيت أصل حادث تائرة عام 1950 رأي إبراهيم اسمها الحقيقة راشان إبراهيم ليفي راشان إبراهام ليفي حصلت على البطولة في عدة أعمال مثل رصاصة في القلب وشيء عنها إيمانها بالكيان السهيوني واشتراكها في اختيال العالمة المصرية ساميرا موسى عام 1952 ولكنها هجرت للولايات المتحدة الأمريكية بكتوريا قوين شمطاء تظهر بشكل يصير الدحك تتخذ من أدوار المرأة العصبية التي توبخ من أمامها يبدو من يؤدي الدور بجانبها شخصا مصير للدحك وإن لم يتعمد ذلك بكتوريا كنبارس مصرية يهودية اشتهرت من خلال تقدمها ما يقارب من 18 عمل بدور المرأة اليهودية شديدة البخل قدمتها للمسرح في رأي يوسف وهبي ونجيب الرحاني فؤاد المهندس وقبله فتح في الكاهرة عام 1964 اشتركت في مصرحية أنا ثان وانت فان مع شويقار وفؤاد المهندس اليس مؤدب خفيف الزل دون جغط يستطيع أن يجعلك تنفجر دهكا ما ينتحدث ثنت له ليلة مرات في أوبريت كلام جميل كلام معقول برع في تأدية دور الرجل الشامي فنان الكوميدي اشتهر بإلقاء المونولوجات بعدة لغات منها العربية والفرنسية واشتعر بعدة أفلام مع اسماعيل ياسين مثل بيت النتاش وبرهم أصوله اليهودية إلى أنه رفض الهجرة الإسرائيل لم يترك مصر حتى وفاته في 28 مايو 1952 الراقصة كيتي إن كنت شاهدت في المعطية اسماعيل ياسين فبين المؤكد أنك عرفتها حيث قدت فيها دور لروح راقصة تم قتلها وأخذت طارد اسماعيل تيلة أحداث الفيلم في أجواء كوميدية خفيفة إلى أن تم الإمساق بالقاتل كيتي قصة يهودية اسمع الحقيقي كيتي فوتساتي اختفت في الستينات فترددت شائعات حول تورطها في شبكة نسوسية وأخر حول ارتبطها برقفة الهجان لكن لم يثبت حقيقاً أي من الإشعال أنتي حامت حولها ترجمة نانسي قنقر